مرحبا يسعد لي صباحكم كلاوقاتكم متابعيني الكرام وصفتنا اليوم نيجريسكو من اطيب والز الاطباء وبطريقة سهلة وسريعة وصحيح هي دسمة بس عن جد طعمة طيب 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 جربوها رح تعشقوها وتعملوها على طول تابعوا معي الفيديو للاخير وانتبع لكل المراحل المقادير على الشاشة بتلقون كمان بصندوق الوصف اول مرحلة منحضر خلطة الدجاج ومنحض بمقلي ملعتين كبار زيت وبصلي كبيرين بقطع جوانح ومنقلب شوي حتى ددب البصلي وبعدين منضيف 6 سنون توم مهروسين ومنقلب وهلا منضيف كيلو صدود دجاج مقطع مكعبات كمية الدجاج حسب الرغبة طبعا الدجاج مخصول مصبقان بمي بيردي وخل ومنقلب حتى يتقلت دجاج شوي ومنضيف البهارات وهي ملعة صغيرة من ملح وفلفل احمر ونصف ملعة صغيرة من فلفل اسود وبهارة حلبي ومكعب مرأ الدجاج حسب الرغبة ومنقلب حتى تنخلط البهارات كتير منيح ومننتبه ما من كتير ملح لاني حبتنا مكعب مرأ في يوم ملح ومنتركها على النار حتى تستوي تماما وتنشف السواقف وبس تستوي منضيف عليها 200 جرام فطر تازة او معلب ومنقلب حتى يتقلل قطر وبعدين منضيف حبة فلفل اخضر وحبة فلفل احمر وكوب زيتون اسود ومنقلب ومنتركه على النار خمس دقايق وهيكا الدجاج صار جاهز بنرفعه ونحطه على الطرف ومنبدأ بتحضير البشاميل ومنحط بطنجرة ملعقتين كبار زيت وثلاث ملاعق كبيرة زبدة واربع ملاعق كبيرة طحين ومنقلب حتى يتحمص الطحين شوي ولازم يصير قوام الطحين والزبدة بهذا الشكل وبعدين منضيف خمس اكواب حليب ومنضيفهم شوي شوي مع التحريك المستمر ومنستمر بالتحريك حتى يغلي وكتير مهم تلتزموا بالتحريك حتى ميت كتال خليط وبس يغلي منضيف علي رشة فلفل اسود وممكن تستبدلوها فلفل ابيض وملعة صغيرة ملح او حسب الرغبة وملعة كبيرة جبنية سائلة طبعا هاي اختيارية وممكن تستغنوا عنها بس اضافتها تعطي الطعم الطيب للبشاميل ومنحرك واخر الشي منضيف كوب كريمة طبخ اختياري وممكن تستبدلوها بنسكوب حليب مخلوط مع اربع ملاعق كبيرة اشطا ومنقلب كتير منيح وهيك البشاميل صار جاهز ومنبدأ بتحديد الصينية ومنحط اول طبقة كمية من البشاميل ومنوزع البشاميل بكل الصينية وبعدين منحتاج لأربعمائة جرام ماكروني سباجيتتي مسلوقة نص سلقة ومنحط نص الكمية بالصينية ورح اقلكم ملاحظة صغيرة للماكروني وقت بتسلقوا اي نوع ماكروني بس تصفوها ضيفوا عليها شوية زيت وقلبوها بهاي الطريقة ما بتلزق ببعض ابدا ومنحط كمية من البشاميل وبعدين منحط خلطة الدجاجة اللي حضرناها ومنوزع بشكل متساوي ومنحط كمية من البشاميل طبعا البشاميل بيكون لا تقيل ولا خفيف ومنحط الباقي من الماكروني ومنحط الباقي كمان من البشاميل واخر الشي راش تجيب المزللة على الوش وبعدين على الفرن ومنحطها بالفرن المحمى مسبقا على الرف الوسط ومنحمرها من تحت ومن فوق وهيك صارت جاهزة والريحة بتاخد العقل ومنزينها بفلفل الوان وبتتقدم وصحها وألفها عافية ومنتركها تبرد عشر دقايق وبعدين منقطعها عندي الطعمة أكتر من روعها وبنصحكم نجربوها وهيك خلص الفيديو لليوم بتمنى يكون عجبكم وبتشكركم كتير على حسن المتابعة ولا تنسوا تبعطولي صور تطبيقاتكم على حساب الانستجرام رح حط لكم حساب الانستجرام بصندوق الوصف ولا تنسوني كمان من اللايك والشير وشوفكم فيديو جديد يلا باي باي ترجمة نانسي قنقر